تعرف حبائي أخطر شيء في كنيسة الرب عندما يحاول الشيطان أن يشكلنا بحسب مبادئ وقيم ونظام وفلسفة هذا العالم وبيضغط علينا وبيستخدم الحكومات والديانات وكل الجمعيات يعني اللي خارجي عن إرادة الله أنه بيضغطوا على كنيسة الرب حتى نسير حتى تكون غير مؤثر حتى تكون غير فعال روح على كنيسة وإحضر الاجتماعات ونبسط في الاجتماعات لكن لك بشر ولا تشهد ولا تعكس نور المسيح في حياتك هيك عاوزنا نتشكل بحسب قيم ومبادئ وفلسفة هذا العالم لكنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم أن فعلا ننتفض من غبار العالم ونعمل انتفاضة روحية هذه الانتفاضة نقول كفى يعني كفى لا للعالم ولا ملزاته ولا شهواته ولا طموحاته ولا طموحاته ولا إمكانياته لكن أنا شهوتي ومحبتي ومحبتي ولزتي وطموحاتي هي أن أرضي الرب وأن أفرح قلبه وأن أكون فعلا أسلك بلياقة وبقداسي وبحكمي وبمحبي وكنور في هذا العالم وأن أضيء وأن أشرق على الآخرين وأكون بلسم للشفاء وأكون كلمة حلوة في مكانها وأكون حكمة وأكون سبب خلاص سبب بركة وأنه فعلا أكون رجاء لكل يائس ولكل بائس عزاء لكل مسكين أكون شفاء لكل مريض لكل ضعيف أكون مسيح صغير على هذه الأرض وأعكس مجد المسيح في حياتي في سلوكي في شهادتي في كلماتي في كل ظروف حياتي